الحقيقة قبل بس ما اتكلم عن ايضا احتفالية اخرى ولكن كابت الخطيب هو بيتكلم دايما بينقل نبض الجمهور الاهلاوي للفرق تخيل حضرتك ان انت بسم الله ما شاء الله كذبان كل البطولات في معادة بطولة واحدة هنا الكابت الخطيب بيتكلم عن ايه بيتكلم عن كيفية خسارة هذه البطولة وانا متأكد مليون في المية من الكلام اللي انا بقوله لحضراتكم انه دلوقتي فيه اكيد كونسولتو بيتعامل ايه اللي حصل عشان نخسر هذه البطولة وزي ما كابت الخطيب هو بيتكلم قال قال ايه قال طالما قادرين ان انتوا تاخدوا كل البطولات خدوها والله يا جماعة بجد وده الكلام ده انا بقوله لكل جماهير الناديد اهلي انه هتقعد حياتك بعد ما تبطل كرة قدم او بعد ما تبطل رياضة او كرة يد او كرة سل او اي نوع من انواع الرياضة هتقعد وتتكلم مع ولادك تقولهم انا خدت بطولة اتنين وعملت كذا وعملت كذا وعملت كذا وعملت كذا الفلوس بتخلص لكن البطولات بتفضل باسمك لغاية لما الجيل ده يخلص والجيل اللي بعده 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 أنا من أكتر أنا أنا آسف أن أنا بقول أنا ولكن من أكتر البطولات أن أنا حزين جداً عليها في حياتي وحزنت عليها بقى بعد ما بطلت كمان كورة البطولة بتاعت 2007 اللي خسرناها هنا في القائرة بتاعت عبد الرحيم العرجون ده ليه؟ لأن البطولة دي كنا نقدر ناخدها كان زمان معايا ربعت بطولات أفريقيا أو ترت بطولات أفريقيا على ما أتذكر خسرت واحدة مع الإسماعيلي نفس الكلام برضو فاللي بقوله أن مثل هذه البطولات هي اللي بتفضل بإسمك الفلوس هتروح وتيجي وحتخلص المكافآت هتروح وتيجي وحتخلص هتروح تنسل في الفلوس فعشان كده بقول لحضراتكم اسمعوا كلام كابت الخطيب اسمعوا الرجل ده بيقول إيه؟ يعني مجلس الإدارة عنده رؤية مستقبلية لكل ما هو قادم هو لما تاخد كل هذه البطولات من المفترض أن أنا أعمل إيه؟ أن أنا رح أقول لك هايل وكويس وده حصل وبيحصل ودايما بيحصل زي ما سمعته كابت الخطيب هو كان عتاب لطيف يعني ما معنى أن إحنا ما ينفعش نخسر هذه البطولة مننا بسببنا وكابت الخطيب يعني مرضيش يقولها أوي لكن هو بسببنا إحنا اللي أسرنا كلعيبة لأن اللعيبة دي أفضل لعيبة موجودة في مصر مش بالكلام ولكن بالبطولات هو كابت الخطيب بيقول هذا الكلام وزي ما فكرتكو السنة اللي فاتت كابت الخطيب هو بيتكلم السنة اللي فاتت برضو بعد ما كان فيه موسم أيضا هو موسم استثنائي كبير جدا جدا بعد هذا الموسم كلنا بقى قاعدين كنا في الحفلة قاعدين ومستنين الكابت الخطيب هيقول إيه الكابت الخطيب قال لك يا جماعة هايلين ورائعين ومبروك وكل الأجهزة مبروك وكل حاجة وأنا عمري منسى هذه الكلمة كررها ثلاث مرات قال إيه؟ السنة الجاية أصعب السنة الجاية أصعب السنة الجاية أصعب وهو واقف على المسرح مش المراتي لكن السنة اللي فاتت كمان السنة دي بيقولها بطريقة أخرى أنت خسرته بطولة ما كانش ينفع تخسروه ولكن قد إيه مبسوط واستولاده قد إيه الشباب مبسوطين رجالة كرة اليد مبسوطين سعداء بهذا التكريم من نديهم ومن مجلس إدارة نديهم ومن أسطورة الرياضة في مصر كابتب محمود الخطيب عموما نهاردة كمان مجلس إدارة النادي الآلي برئاسة كابتب خطيب كرم الفريق الأول لكرة اليد للسيدات بعد النجاحات اللي حققها خلال الموسم المنقضي والفوز ببطولتي الدوري وكأس مصر وبرونزية بطولة كأس الكؤوس الإفريقية خلي بالك برونزية كأس الكؤوس الإفريقية دي مش سهل إن أنت تخطي مش سهل بصراحة منظومة الأهلي في كرة اليد وفي ألعاب الصلاة بتحقق إنجازات أكثر من رائعة على جميع المستويات وللموسم التاني على التوالي الأهلي بيحقق بطولات وإنجازات رائعة وده زي ما بقول في كرة القدم بفضل جمهور أحلى جمهور أحسن جمهور في العالم بوجهة نظري وبفضل مجلس إدارة محترم استطاع أن يختار كابتن خالد العوضي مدير النشاط الرياضي اللي كان له دور كبير ووقفة مجلس الإدارة في ظهره في كل طلباته كابتن خالد العوضي عايز دي بيجيب حتى الآن 21 بطولة في كل الألعاب لسه خلي بقى لحضراتكم اللاعبين والأجهزة الفنية هنتكلم عن حاجات كتيرة جدا ولكن في كرة اليد رجال وكرة اليد سيدات حاجة جميلة جدا 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 عموما تعالوا نشوف كابتن محمود الخطيب رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي ماذا قال لسيدات اليد بعد هذا الإنجاز الذي تحقق ترجمة نانسي قنقر